اشتركوا في القناة الى اهتمام المملكة في توطيد علاقتها مع جمهورية الهند الصديقة والبناء على ما تم تحقيقه في اطر الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين الصديقين وتوسيع علاقات التعاون الثنائي بما يعود بالنفع والنماء على الجانبين واشار سموه الى ان التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية الهند في مختلف القطاعات الحيوية عززته مرونة التشريعات ونظم الاقتصادية المشجعة والمحفظة للاستثمار بما يخدم التوجهات الحالية ويحقق الاهداف التنموية المستدامة مؤكدا سموه على مدى عمق العلاقات التاريخية الطويلة التي تجمع بين المملكة والهند والتي عززت من شراكتهما الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الامن والاستقرار ويدفع بتلك الشراكة نحو افق ارحب من العمل والتنسيق المشترك جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله على هامش منتدى حوار المنامة 2017 سعادة السيد ام جي اكبر وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة حيث نوه سموه بالدور الذي تقوم به الهند في ترسيخ الامن والاستقرار الدوليين وجهودها في مكافحة الارهاب وخلال اللقاء استعرض سموه مع سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي مجمل القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مشددا سموه على ضرورة التصدي بحزم لكافة التنظيمات الارهابية ومحاربة الفكر المتطرف ودعم الجهود الدولية الرامية الى تعزيز الامن والاستقرار لكل الشعوب المنطقة من جارمه اعرب سعادة السيد ام جي اكبر وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على اهتمام سموه بالعلاقات البحرينية الهندية وتطويرها على جميع الصعود